أهلاً وسهلاً بكم في هذا البث المباشر لنتعرف على بعض الخدمات التي تقدم لضيوف الرحمن والآن نتواجد بالقسم الخاص بالهيئة السعودية للمياه مع أستاذ سلطان الراجحي ليعرفنا على الخدمات التي تقدم لضيوف الرحمن المتعلقة بالمياه كيف يصل إلى المشاعر المقدسة أهلاً بكم في السعودية وحياكم الله في مكة اليوم الهيئة السعودية للمياه هي الجهة التي تشرف وتراقب وتنظم قطاع المياه في المملكة العربية السعودية اليوم القدرات الانتاجية لمنظومات الانتاج التابعة للقطاع الحكومي والقطاع الخاص تبلغ 3.600.000 متر مكعب من المياه يومياً مخصصة لمنطقة مكة المكرمة وللمشاعر المقدسة متوسط الضخ المتوقع إن شاء الله هو 750.000 متر مكعب من المياه يومياً متوقع أن يصل خلال يوم معرفة ويوم العيد إلى مليون متر مكعب من المياه يومياً سيتم توزيعها عبر شبكة هذا التوزيع في المشاعر المقدسة اليوم في المملكة العربية السعودية نفخر بهذا الشرف اللي هو خدمة ضيوف الرحمن وأنا وزملائي في منظومة المياه نعمل بشكل مباشر للتأكد من أن الماء يصل لكل ضيوف الرحمن بشكل آمن وموثوق وبجودة عالية ليتمكن ضيوف الرحمن من أداء هذه المناسك بكل يسر وطمأنينة هل يمكن أنك ربما تعطينا أرقام عن كمية المياه التي تستهلك في فترة الحد؟ اليوم معدل الاستهلاك الطبيعي للفرد هو 250 لتر يومياً اليوم منظومات الإنتاج والنقل والخزن والتوزيع تعمل بكفاءة عالية جداً لضمان استدامة الأمن المائي لحجاج بيت الله الحرام عندنا كمية الخزن عالية جداً تتجاوز الثمانية مليون متر مكعب من المياه يومياً انتقلنا من منطقة الندرة في الماء في منطقة مكة المكرمة والمشاعة المقدسة في موسم الحج إلى الرفاهية اليوم بوجود استخدامات الماء في التبريد وفي الرذاب في المشاعة المقدسة وفي المنطقة المركزية في المسجد الحرام انتقلنا إلى مرحلة أخرى اليوم بالمختبر المتنقل أحد مبادرات الهيئة السعودية للمياه للتأكد من جودة المياه التي تقدم اليوم في مناطق التوزيع فعندنا أكثر من 15 منطقة يتم استلام العينات فيها عندنا أكثر من 500 عينة حتى اليوم يتم لدرجة أن المياه الرذاذ يتم فحص جودتها للتأكد من خلوها من أي ملوثات أو أي شيء ممكن أن يضر بصحة حجاج بيت الله الحرام شكرا جزيلا لك ونتمنى لكم توفيق في خدمة ضيوف الرحمن إذن مشاهدي الكرام من هيئة الأممية بالمملكة العربية السعودية قدمنا لكم شرحا تفصيليا كيف يصل الماء إلى ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة أيام الحد شكرا لكم